وفي المستشفى فتحت عناية وأنا ملفوفة على وش شاش مش عارفة ناقل يجبني هنا ولا جيت ازاي بس أول حاجة سمعتها سمعت صوت بنت بتصرخ بفرح وبتقول شريف شريف البنتي فات أخيرا يا شريف تعبنا مراحش هدر يا شريف رد عليها راجل إلا أنا رسة ببصله هي وهو بستغراب وقال لها أيوة معاك حق الحمد لله إن هي فائت بصت لهم بخوف ورعب من الجواية وقلت لهم انتو ميه وين اللي جابني هنا وين اللي عامل في وشي كده وحطينا عليه الشاش لابيض ده ليه بصي أنا اسمي الدكتور شريف ودي مانور بنت عمي ودكتورة معايا أما الشاش لابيض فاحنا اضطرنا نعملك عملية جراحية في وشي لأنه كان مشوه جدا ولو مش كنا عملنا هالك كان وشك هيفضل طول عمر مشوه والنهاردة ما عاد إن إحنا نفكي الشاشة والحمد لله إن إنتي فوقتي على شد تشوفي ملامحك وتقول إنا هي ولا لأ لأن إحنا بصراحة عاولنا نعمل تقريبا شبه ملامحك بس ما نعرفش هي ولا لأ وفعلا قرب مني الدكتور اللي اسمه شريف وفكي وشي وبعدين قال لي جاهزة دلوقتي تشوفي وشك وملامحك هزيت راسي بمعنى آه وبعد كده طلع مرايا بصيت عليها وأنا الصدمة متملكاني وسرخت بفزع ودموع وقلت ده مش أنا دي مش وشي دي مش أنا أنا فين أنا شكلي فين أنا تغيرت 180 درجة أنا محدش هيعرفني كده أنا كده هخطر كل حاجة حاول يهديني ساعتها شريف وقال لي احمد ربنا إن إنت عايشة إنت بقالك 3 سنين في غايبوبة ولو أنا مش عملتلك العملية كان زمان دلوقتي هتعيش بوشك مشوة أنا مش معايا لك صورة وما حد سأل عليك في خلال الثلاث سنين حتى إن أنا بحثت في كل الأسام لحد بدور على بنتي مفيش مفيش حد بيسأل عليك ولنا مش عملت شكلك بالطريقة دي كنت هتعيش مشوها احمد ربنا إن إنت صعدت علي وتحملت المسؤولية مسؤولية إن أنا ممكن أضيح وعملتلك العملية إيه؟ 3 سنين؟ أنا في غايبوبة بقالي 3 سنين وما حد سأل عليك ليه؟ ليه يعملوا فيها دا كله؟ ليه دمروني؟ ليه يقزوني كده؟ ليه حاولوا يقتلوني؟ مين دول اللي حاولوا يقتوك ويقزوك؟ وإيه اللي عمل فيك كده؟ ولو أنت من عيلة ليه محد سأل أو بلغ؟ ولما سألني ما لقيتش قدامه غيره غير البنت اللي ساعدوني من غير ما يعرفوني وبدأت أحكي وأقول أنا هحكي لكم كل حاجة الموضوع بدأ وأنا عندي 18 سنة بالزبط كنت لسه مخلصة نتيجة السنوية العامة بتاعت بمجموع عالي جدا كنت فرحانة جدا ومستنية ابن أمي كنت قاعدة في البيت مستنية يا ابن أمي لأنه من ساعة ما بابا دخل في غيبوبا وهو اللي عايش معايا في البيت وبيهتم بيا حبيته جدا لدرجة أنه كنت بنسى أي حاجة علشانه كنت قاعدة مستنياه لأنه نجحت في السنوية العامة ومستنية فرحه لأنه ما بيفرح بأي حاجة ليا بصراحة كنت بحبه أوس وبالذات أنه هو سند الوحيد من بعد ما بابا صابر الأسيوتي دخل في غيبوبا آه آه ما أنا بنت صابر الأسيوتي رجل الأعمال المعروف والمشهور بس من ساعة ما بابا دخل في غيبوبا وابن عمي صقر الأسيوتي مسك كل الأملاك كان بعملني في الأول حلو جدا لدرجة أنه شئته أنا بقى نسيت أعرفكم على نفسي أنا سيلة الأسيوتي بنت هادية جدا عندي 18 سنة طيبة بابا بقولي أن أنا طلع على الماما مش بشكر في نفسي بس أنا فعلا بحب شأز حد أو ما بعرفش أخد حقي وللأسف ده سبب كل اللي حصل لي سبب سلبيتي وأنه على طول بتنازل على حق المهم وأنا قاعدة مستني يا ابن عمي وإيجا السقر وساعة ما إيجا جريت عليه وأنا فرحانة جدا وبقوله أبي سقر أبي سقر أنا نجحتي يا أبي وطلعت التانية على الدفع أنا عاوز أهدية كبيرة جدا رد علي ببرود وجفاف لأول مرة من ساعة ما بابا دخل فهو كان بعملني على طول كأن بنته ولما بابا دخل للمستشفى بعملني على إن كل حاجة وهو كان ليه كل حاجة بس المرة دي حسيت ببرود كأنه شخص غريب ما عرفهوش ألف مبروك يا سيلا عبالي يا ربا ما تتخرغي من الجمع بس تشد حيلك بقى علشان تهتبدأ على نفسك لأن بصراحة أنا مليت قوي من والدان دي دلوقتي انت كبرتي انصدمت جدا من كلامه فهو على طول بقوله إنه هيكون ليه الأب والأخ والسان والنهاردة يقوله إنه زهق مني ومن والدان دي معيني بالعكس عمره ما شايلته همي في حاجة وعلى طول من رعية إنه واخد باله من الشجر ومن بابه بس اللي شدني ليه وخلاني أسكت البنت اللي كانت وقفة في ريح خدت بالي منها كان لبسها غريب وقصية وغير كمان إن صقر عمره ما جاب بنت البي كنت بتضايقة منها بس قلت بهدوء عادي مين اللي معاك دي أبي كان لسه حيرد علي يا صقر بس ساعتها البنت هي اللي ردت بتناكع وقالت لي أنا يا حبيبتي هايدي الحديدي ميرات صقر تدار تقولي دلوقتي اسمي هايدي صقر الأسيوتي يعني أنا ميرات ابن عمك يا حبيبتي أهلا بيكي انصى ضمت وتحولت الفرحة اللي جوايا لحزن كبير معقول معقول الحب اللي حستته من يمته كان واهب معقول وهمت حاجة بحاجة مش من حقي معقول ده كله حصل ردت بنفس مكسورة وأنا بقول ألف مبروك يا أبي ألف مبروك يا أنيس ربنا يتمام لكم بخير يا رب الله يبارك فيك بخير يا حبيبتي عن إذنك بقى علشان هنطلع أنا وسقر أصلينا تعبانين جدا وبصراحة عزي وريني قطر عرب بالك عرس وعروسة بقى وتقولوا وكانت مراته أعمالة تدلع عليه كنت حسن نيابة غزنة بس قلت إن أنا اللي بتهيقلي أكيد هي دي شيء عادي واحد ومراته وفرحانين عرس وعروسة بس كنت مستغربوله إنني صق مش قل لي أي حاجة ولا حتى رد علي لما برقتله على الفرح وكان ساكن وسكوته ده كان مقالقني جدا يا ترى هو تغير من ناحيتي كده خلاص ده بابا ماكملش خمستاشر يوم داخل الغيبوبة يعني إيه ضهرة قطم كده بسرعة ما كنتش عارفة في إيه بس كنت دايما بدع ربنا وبقول يا رب استرها معاي وعد الوقت وأنا حزينة جدا وإيه جامعة دي العشق ثلاثة أغير هدومي ونزلت على الشان العشق وأنا لابسة بجامة مريحة وحلوة مش أقولي إن هي قصيرة جدا أو عريانة بالعكس مجيامة وانت بلبسها قدامه عادي وأول ما طلعت من باب القوضة لقيت سقره ومراته ناس دي وساعت ما شافتني قالت لي إيه دا يا حبيبتي هو أنت بتعلمتيش إن اللي لما تكوني قادة عند حد ضيفة مش تطلعي كده كأن البيت مفقوش حد وبعدين يعني انت قاعدة هنا ضيفة البجاحة اللي انت فيها دي وبعدين انت دازلة تتعاشي ليه فهو حد قالت إن إحنا فاتحينها عبار سبيل إحنا يا حبيبتي عريس وعروس عايزين ناكل لوحدنا لو عايزة تاكلي انزل المطبخ أو روحي اطلبي من حد تجيبلك أكل في قطي بس مش تقري فينا وكمان قاللتي الزوق ومش عارفة تلبسي إيه قدام راجل متجوز بنت قاللتي الزوق ما بتفهمش ردت على كلامها بحزن وغضب وقلت لها واللهي أنا ليه لحق أتحرك في البيت ده زي ما أنا عايزة البيت دي بيتي قبل ما يكون بيتي سمعاني وبعدين أنا أياكل مطرح ما أنا عايزة وكمان أنا ماكلش في المطبخ ولا في قطي عايزة أنت تروحي تاكل انت وجوزك في المطبخ أو في وضوتكم انتو حرية بس أنا ليه في البيت ده ومش حسيبه طب اسمعي بقى يا حلو أنا كنت أحبة أكون معاكي الزوق بس أنت شكل الزوق ما بيجيش معاك انت هنا في بيتي ولأما تلمي هدومك وتمشي دلوقت لأما من بكرة الصبح أنت اللي هتخدمينك وهتعمله كل حاجة وبأقولك حاجة الخدم كمان حيمشو لأما يلا من غير مطرد بقى بدل ما الخدم يمشو أنت اللي تمشي ما أنا مش عادي تاكل وتشربي وانت قاعدة كده وأنا جوزي منحور في الشجل والفلوس دي أنت اللي بتصرفي منها قلت إيه كنت لسه هرد عليها وأقولها لأ أو أعمل أي حاجة بس قطعني ده كله تربر سقر لي بالكفة على وشي خلانة نجلي عيطت وقلت له شكرا يا ابن عم يا قصي بدل ما توقف مراتك عند حدها وتقولها بنت عم مش خدامة بنت عم هنا في لها في البيت زي زيها بتضربني يا سلام بنت على حقيقتك أو كده بعد ما بابا لسه داخل في الغيبوبة من 15 يوم أم الله بابا قاعد سنة هتعمل معي يا إيه ما توقعتش منك كده يا ساق شكرا سمعي بتنتي اللي برات تقول عليه يمشي انت فاهمه ما وانا مش هلاقيها منك ومن أبوكي اللي دخل بس 15 يوم المستشفى ولسه مش كمل الشهر وسحبه مني نص مليون ما وانا كده حشحة ما مش هلاقيها مصاريف من أبوكي ومنك أنا فعلا كنت بفكر إننا مشي الخدر على قد نوفر شوية فلوس من أبوكي عمال نودهم للمستشفى وانتي تشتغلي هو أنت وراكي إيه أبويا أبويا لرباك وخليك شريك معاه في الباطل بعد ما بوك خسر كل فلوسه ومات بحصرته وأمك سابتك ومشيت فعلا فاستنى إيه من واحد ناكر للجميع من تأمك سابتك ومشيت أنت كمان من حقك تعمل أكتر من كده مصد الندالة طلعت بالوراثة بقى قصما بالله كلمة كمان وخلي الرجالة ياخدوك على المخص ويربطوك وبعد ما تعش أنا وحبيبتي أجي أعلمك الندالة اللي بجد وليه بعد ما نتعش يا ساق أنا بقولك أهو لو دلوقتي أهو مش جبتلي حقي منها بعد الإهانة دي وطلبت من الرجالة يربطوها في المخص وبعد ما نتعش خدتني من إيدي وهنتها وضربتها وزلتها قدامي علشان ترد قرامتي اللي زلتها هي أنا حسيب لك البيت وإنت عارف معنى إن سيب لك البيت إيه وهنا لقيت ساق بالنداة بقيله صوته وبقول يا محسن يا محسن وفي ثانية كان إيه يا محسن الحارس الشخصي بتاع ساق وقال له نعم يا ساعدت البيت في حاجة تاخد سيلة من إيديها دلوقتي أقول المخزن القديم وتربطها فيه وتعلقها على حيط لحد ما تعشى وخلص واجي أنا ومراتي العفو منك يا ساعدت البيت فهو أنا اللي فهمتو ده صح أنت عايزني أخسيه لهنة أعلقها في المخزن لحد ما أنت بتيجي ولا أنا فهمت غلط ومخ لسع ولا إيه إيه أنت هتكتر كلام بقول لك خدها للمخزن وأعلقها فهو أنت ببتسمعشي حاضر يا بي حاضر وفعلا خدني محزن المخزن واستحزن ودموع وأعلقنا على حيطة كيف الدبيحة بالزبط وكأن إنسانة ما عنديش أي حقوق أو إن أنا ما عنديش أهل أو عندي قرامة أنا انسلبت في اليوم ده من كل حاجة من أهلي ومن قرامتي ومن بيتي وبدل ما كنت في ملكة بقيت فيه أقل حتى من الخدام على أقل الخدم بيتعامل باحترام عني وساعتها محزن لما شاف دموعي وحصرتي قال لي أنا آسف يا سيلة هنا والله غصب عني بس أنت عارف لو مش نفست سقر بيه حيعمل فيه يا إيل أنت عارفه هو عصب إزاي ممكن أنا وعلت كلها اللي نكون مكاني آسف أنا والله مش عارف إيه اللي غيره من ناحية الكده ده كان مش بيستحمل عليك الهوى الطائر ما تعتذرش العيب مش عليه العيب على اللي من دمي اللي غضر بيه كان عامل زي الحية بيتدحلب بيتدحلب لحد ما يتمكن هقول إيه خسيس يا ريت أبويا كان بنص الخصية بتاعته سابه ما كناش النهاردة تحطينا في ده كله أنا مزعلانة منك يا محصن أنا زعلانة لأن النهاردة ما ليس سنة وبدل بكنت المفروضة أكون في قطي أو في الأصل بامش بكل حريتي لا مربوطة وكأني مجرم في مخزن الأصل ومستنية البيت يجي هيشوفها يعمل فيها إيه يطرحك كيف بكده ولا لأ روح يا محصن ربنا يسهلك طريقة ومش يوقعك تحت إيد واحد ابن حرام وخصيص وبعد شوية إيه جا سقر ومعه مراته الحرباية اللي قامن ساعت ما دخلت بيتنا وكل حاجة الشقل بيت وساعتها سقر قال لي أنا حعلمك النهاردة إزاي تتطول علي وعلى مراتي بقى حتة عيلة جربوعة زي بتتطول على سيدها مش كفاية مصاريف اللي أبوكي مش كامل 15 يوم وتنحب دمنا إيه جاية أنت كمان بدل ما تقول الحمد لله جاية وبتتطول علينا طي عوريكي وبدأ يدرب فيه بكل وحشية يدرب في كل جسم بدأ جسم ينزل دم وهو لسه بيدرب لحد ما خلاص قطعت النفس ومحسيتش بالدني فقت من شرودي على صوت الدكتور شريف اللي كان حزين جدا وقعد مع الدكتورة منه اللي كانت عمالة عايط على دموع اللي نزلت وأنا بفتكر اللي حصل ل ولقيته بقول الدرب اللي ضربهولك في المغزة ده هو سبب اللي حصل لك وأنت يا حبيبتي أنا حديك يا حوالة مهدد كناني هد روحي وصدقيني أنا وشريف معاك لحد ما تجيب لك حق حتى لو مين ما يكون اللي عمل فيك كده لازم يتحاسم فعلاً إدتني منار هو نت المنوع ونيمي وهم الاتنين طلوا عبر القوضة ووافت منار وقالت يا حاول الله يا رب هو فيه ابن عم يامل كده في بنت عمه هو إيه الدم بقى مية ياخد ورساها ويعذبها بالطريقة دي لا ها مش ميصدق ودمي ده أشهر راجل أعمال اللي الكل بتكلم عليه أدي إيه خير والراجل محترف فعلاً يا ما تحت السواه دواه المهم محدش يرى في المستشفى من البنت دي قالته خالص لأنهم ممكن يحاولوا ييجوا يقتلوها تاني وبالذات أنه هم بقولوا أن هي مسافرة بر مصر يعني كده هم بحاولوا يخفوها عن الجميع ومفقرينها ميتة حاولي تسكوتي وتخليها ما تقولش لأي حد هي مين ولما تفوق كده وتقدر تتكمل لنا الحكاية هريرف إحنا هنعمل إيه لسه أهم حاجة نحاول نحافظ عليها علشان دي قدام ربنا أمانة في رقبتي أنا وإنت دلوقتي تمام ماشي خلينا نكمل شغلين وأنا هقول لها اللي يسألها على أي حاجة تقول إن هي فقدة الزكرة ومش فاكرة أي حاجة وإحنا اللي هنبقى مسؤولين عنها علشان محدش يئزيها بس يلا بنا دلوقتي ولحد هنا أحلم تابعين في الدنيا دي كلها تكون انتهت حالات تفتكروا معايا إيه اللي حصل لسيلة وصلها لكده يا ترى درب سقر فيها ولا لسه حاجة في حكايتها إحنا ما نعرفهاش طب يا ترى منار وشريف حيساعدوها ولا حد حيارة في حكايتها وهيتخلص من سيلة ويا ترى سيلة ممكن ترجع بشكلها الجديد دي تنتئم ولا لأ نستنية رأيكم في التعليقات واتمنى أن الحلقة تكون عجبتها وإذا عجبتكم لا تنسوني باللايم ولا اشتراك في القناة وتفعيل الجرح ترجمة نانسي قنقر